يبدو أن رئيس الوزراء محمد شاع السوداني يهوى التحديات بل يصنف من طرف البعض ضمن طراز خاص من الساسة المنتجين ساعة الشدة والضغط إذ لا يلبث أن يغادر معركة حتى يلجأ أخرى وبعيدا عن أجواء الأضواء يفضل السوداني ترجمة خطته إلى أفعال أو كما يردد عندما يتحدث إنه رجل أفعال لا أقوال فتجسد ذلك من خلال الجهود التي يفذلها لتحقيق شعار 20-24 عام الإنجازات ذلك الشعار الذي آمن به من منطلق الأدوات التي يمتلكها لإصابة الهدف وعلى الرغم من التحديات التي يواجهها العراق يسعى السوداني من خلال مشاركته في المؤتمر الاقتصادي العالمي دافوس في سويسرا إلى إخراج البلد من عقود المشكلات السياسية والاقتصادية التي تنخرج سده فبدأ بسلسلة من اللقاءات والاتفاقيات مع مسؤولي كبريات الشركات والبنوك العالمية في خطوة لجعل العراق على المسافة نفسها من حيث التقدم والازدهار وتعويض الشعب عن الويلات والعذابات التي رزح تحت وطأتها لسنوات طويلة أما من الجانب السياسي فكان للسوداني إصرار واضح من مسألة حسم ملف التواجد الأجنبي داخل الأراضي العراقية خاصة بعد تعالي الأصوات المطالبة بخروجها نتيجة حالة التشنج التي رافقت استهداف المدن العراقية بحجة التواجد الأجنبي داخل البلاد وتفويت الفرصة على الذين يرومون إقحام العراق في نفق خطر الوضع الأملي الذي تجاوزه بعد جهد جهيد إصرار السودان وحكومته على اتخاذ إجراءات مؤثرة تجاه حلحلة الأزمات سيساهم في طي صفحة الماضي القاتمة وبدء عهد جديد يكون عنوانه الحقيقي احترام حياة المواطن العراقي وكرامته